مع نهاية الأسبوع اللي احنا بنبدأه مع حضراتكم يظهر الأهلي بشكله الجديد قيادة فنية جديدة مارسال كولر السويسري وأيضاً كمان الحقيقة العيبة يمكن بعد أول مرة من فترة طويلة جداً بياخدوا فترة راحة سلبية موسم إعداد صفقات جديدة يظهر النادي الأهلي إن شاء الله نهاية الأسبوع ده في بداية المباراة الألوالداء في مواجهة بيترو جيت بشكله الجديد وإن شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي نتكلم أكتر على المنتظر وخدوا بالكم أنه فترة الإعداد أو المطشاط الوديلة لألعابها الأهلي في فترة الإعداد بيباليها أهداف شوية مختلفة عن الأهداف اللي مستنيها الجماهير وخليني يتكلم عن الفترة دي تحديداً والجهاز الفني الجديد والصفقات الجديدة مع واحد من النجوم النادي الأهلي كابتن سعيد عبد العزيز اللي بشرفنا النهاردة في السادسة بسأخير كابتن سعيد سأل نور الساحمد السعيد طبعاً اللي موجود مع حضرتك نور الدنيا ومشرفنا في السادسة وما تأخرناش عليك هو لاتيني 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 برازيلي أنا وأنت اللي أنشيني المسؤولية لا الحمد لله على فكرة الصفقات كويسة وإن شاء الله يبقوا وضافة جديدة إن شاء الله وانت بتلعب في النادي الأهلي وانت عب فيها فريق أموماً يعني لما فيه جهاز فني جديد أعتقد أن الإدارة بتبقى بصّله بشكل والجماهير بتبقى بصّله بشكل واللعابين بيبقوا بصّله بشكل مختلف تماماً انطباعاتك عن مرسال كولر برأيك في السيفيه وأنت على المستوى الشخصي مستنى إيه من جهاز فني جديد بقائدات مرسال كولر في الموسم اللي جاي أولاً الحمد لله يعني في البداية طبعاً البطل السنة اللي فاته طبعاً هو جمهور النادي الأهلي طبعاً بنشكره طبعاً لحد آخر مباراة رغم الظروف اللي كانت مر بيها النادي الأهلي بعد رحيل مستر موسماني وراحت بعض اللاعبين وكان قراره طبعاً صحيح طبعاً مليون في المية بدأت اللاعبة اللي لم تشارك بشكل رسمي بعض الناشئين اللي شاركت في المتشاط جمهور لحد آخر مباراة أستاذ أحمد موجودين وورا الفرقة إن الأهلي صحيح بيلعب بالغاية آخر نفس على البطل ده العادي وده الطبيعي وده المنتظر من جمهور الأهلي يا كابتن سعيد والله فيه أوقات فرق بتزعل أوقات يعني طبعاً أنت السنة اللي فاته تكون معظم ما كانش فيه استقرار فموسماني استفاد بالبطلات لكن اللي عانى جمهور نادي الأهلي ورغم كده هو الوحيد اللي يكمل مع الفرقة لحد آخر مباراة فطبعاً هو البطل الحقيقي الموسم الماضي العلاوي بجد يعني الأهلاوي بجد عمره ما يزعل من نادي الأهلي ولا من فرقة النادي الأهلي ولا من نجوم النادي الأهلي ولا من أدارة النادي الأهلي ممكن أن أزعل على لكن لا يزعل ل muffins فرق كبير جداً يزعل على ضيع البطولة واللأسف حتى إحتفالاتنا يعني نادي الأهلي تختلف عن إحتفالات الفرق الأخرى فهذا الذي يمكن أن يتعلف حتة الزعلا شوية لكن أنا شايف هو البطل الحقيقي هو جمهور ندي الأهلي